السلام عليكم ازايكم يا اصحابي عاملين ايه؟ ننسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض تعلم حروف اللغة العربية بالحركات الثلاثة وكالعادة قبل ما نبدأ حرف النهاردة هنراجع الحروف اللي فاتت يلا قولوا معايا ده اسم حرف ايه؟ مين هيجاوب؟ ممتازين حرف الالف ثمزة طيب مين هيقولي الحرف اللي بعده اسمه ايه؟ ما شاء الله اللهم بارك اسمه حرف الباء حرف ايه؟ حرف الباء زي الطبق وتحته نقطة طيب مين بعد حرف الباء؟ أخدنا ايه؟ صح كده حرف التاء حرف ايه ده؟ حرف التاء طبق وفقين نقطتين يلا نقول مع بعض ألف باء تاء ألف باء تاء ألف باء تاء شاطرين يا أصحابي يلا بقى نبدأ مع بعض حرف جديد وحرفنا النهاردة هو حرف ايه؟ حرف الثاء حرف الثاء يا أولاد شبه الباء وشبه التاء بس ايه الفرق ما بينه بين الباء والتاء؟ يلا مين خد باله؟ صح كده يلا نكتب حرف الثاء حرف الثاء زي الطبق برضو بس فوقيه تلات نقطة فوقيه كم نقطة؟ تلات نقطة قلوا معايا يا حلوين ثاء 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 منتزين يا حبيبي نيجي بقى لأشكال حرف الثاء شكله بيبقى كده أول الكلمة وبيبقى شكله كده وسط الكلمة وشكله كده في آخر الكلمة قلوا معايا تاني عشان تحفظوا كويس ثاء 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 مين بقى يا شطار؟ هيقول لي حرف الثاء بالحركات الثلاثة طبعا انتوا خلاص حافظتوا وبقتوا شطرين وعارفين ايه هم الحركات الثلاثة واللي لسه مايعرفش الحركات الثلاثة يسمع الحروف اللي قبل كده شرحنا فيها كويس الحركات الثلاثة يلا قلوا معايا يا منتزين ثاء فتحة ثاء فاتحة ثاء كسرة ثاء ضمثو يلا بقى نهوم بسرعة ساسيسو ما شاء الله عليكم يا حالين بيتقول معايا وشاترينهم يلا بقى نقول شوية كلمات بالحركات الثلاثة ساسعلب ساسعلب ساسياب سي ثياب سي ثياب سو ثعبان سو ثعبان سو ثعبان يلا بقى نجرح شوية كلمات كده بحرف الثلاثة انتبهوا معايا بسينة بسينة أساس أساس سمار سمار ثاعلب ثاعلب ثلاجة ثلاجة ثوب ثوب يلا أصحابي بقى نقرى الفقر اللي جاي دي كويس عزاكوا تركزوا معايا كويس قوي على كل كلمة بقولها وخصوصا الكلمات اللي فيها حرف الثا اليوم يوم ميلاد ثرية اكملت ثرية ثلاث سنوات اشترت لها أمها ثوبا جديدا واشترت لها أختها قصة ثعلب يلا بقى معايا يا شطار نحل شوي التمرين منها يعرف حرف الثا ممتازين صح كده هي دي الحروف اللي فيها حرف الثا اللي فوقيها ثلاث نقاط لو عتغلطوا بقى من حرف الثا والتا احنا عرفنا ان التا فوقيها نقطتين بس والثا فوقيها ثلاث نقاط يلا نشوف بقى تاني تمرين هنا هنوصل الشكل الصحيح بالكلمة بتاعتها يلا مين يا حل الوحد ممتازين عندي كلمة مثلث الثاق اللي لونها أحمر دي آخر الكلمة هنوصلها بدي بالثاق دي والثاق في كلمة كمثرة ووسط الكلمة هنوصلها بالثاق دي والثاق في كلمة ثاو بأول الكلمة هنوصلها بالثاق دي أحسنتم يا حبيبي مين يحل معايا بقى آخر تمرين ووصل الكلمة بالصورة المناسبة يلا بسرعة ممتازين دي كلمة ثور ودي ثلاثة ودي مثلث ودي كلمة ثعلب وده إثنان وده ثعبان ودي كلمة ثوب تمام كده أصحابي قبل ما نمشي بقى عايزين نراجع على الحروف كلها اللي أخدناها مع بعض قولوا معايا ألف همزة با باء تاء ثاء يلا نراجع الحركات ممتازين أحسنتم حلوين نكتب في كرساتنا الحروف الأربعة دول ونفرح ماما بشطرتنا ممتازين أحسنتم وكده أصحابي نكون خلصنا حلقة النهاردة وأشوفكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته